نهارده كان فيه مباراة وحيدة جامعة ما بين الانتاج الحربي ومصر المقصة الحقيقة انه دايما الفرقتين بيعملوا مطشط متمايزة اذا كنا بنتكلم على المستوى الموديلين الفنين فاحنا عنده كابتن شاء غريب حد يعني من الشخصيات الكبيرة جدا في عالم كورات القضاء وعندنا في الناحة التانية كابتن اهاب جلال كل بيتكلم عنه بشكل طيب جدا جدا الموسم ده اذا كنا نتكلم على مدربين الجامدين جدا فالكابتن اهاب جلال طبعا مع كابتن حسان حسن اسماء لمعت بشكل كبير في الدوري السنة دي طبعا استعرض مع حضراتكم النهارده اللي حصل فيه المباراة كان عندنا مباراة امد والتحاد السكندرية وكلمناش عنها هنتكلم عنها النهارده طبعا عندنا الانتاج الحربي فاز على مصر المقصة بهدفين مقابل هدف ده الهدف الاولاني عمنا عم فتح الله بالتخصص هو دلوقتي خلاص اي كورة ثابتة ما شاء الله عليه انا بفرح جدا وببسط بمستوى محمود فتح الله واحد من النجوم المميزين جدا وده جده كمان اللي سجل الهدف التاني لصالح الانتاج الحربي عشان تبقى نتيجة 2-0 كده بعد ان انا بكوه فيه ديئة 55 بيعدل النتيجة ويقلص الفرق شوية لكن ده ما كانش شفيع خالص على الاطلاق لفرقة مصر المقصة انها توصل لتعديل المباراة او انه المباراة تنتهي بالتعادل محمود فتح الله في ديئة 4 نجي جده في ديئة 45 وهدف وحيد لان انا بكوه في ديئة 55 مباراة تنتهي لكن كانت مباراة الوقاوي ما بين امبي والاتحاد السكنداري انتهت لصالح امبي ب3 اهداف مقابل لاشيء احمد رفعت كان سجل في ديئة 48 وهدف جميل جدا وحيانا مبسوط جدا ان احمد رفعت حيرجع على مستوى وحيظهر بالمستوى طيب لعيب من اللعيبة المهم قوي وزي ما اسمعته كلام الكابتن هاني رمزي عنه حقيقة قالك اخر نفسه كتير انه ما هيقدر يرجع احمد عبدالزاير سجل في ديئة 52 ولما كلين سجل في ديئة 69 وهذا النجاح حقيقة لافت لقى النظر لامبي اتمنى ان شاء الله بازن الله الموسم ده يعدي على خير بالنسبة لامبي عشان الموسم اللي جاي نتفرج على فرقة حلوة فرقة في الدوري الممتاز دايما بتمتعنا تعالوا نستعرض مع حلواتكم كده جدول الدوري بقى ماشي ازاي بقى عامل ازاي بعد انتهاء اللقاءات دي عندنا وهي كلها كانت لقاءات مؤجلة بالمناسبة عندنا النادي الالي في استدارة ب 68 نقطة النادي زمالك في المركز الثاني 63 نقطة دجلة في المركز الثالث 50 نقطة سموحة في المركز الرابع ب 47 نقطة والمصر في المركز 46 نقطة نفس الرصيد من النقاط النادي الاسماعيلي في المركز السادس في المركز السابع الدخلية ب 44 نقطة مصر المقصة في المركز الثامن 43 نقطة نفس الرصيد من النقاط الانتاج الحربي في المركز التاسع 43 نقطة اما بيتو جيتفى في المركز العاشر ب40 نقطة أمي في المركز 11 37 نقطة نفس الرسيد من النقاط طلاق على الجيش في المركز الـ 12 أما الاتحاد السكندري في المركز 13 بـ 35 نقطة المقاولين في المركز الـ 14 بـ 34 نقطة الفوارق بتقرب قوي قوي في نهاية الموسم ده ولو أنا من لعيبت الشرطة اتحصر قوي على لي بيحصل لو أنا لعيبت الشرطة اتحصر قوي وازعل على نفسي قوي وضعت على نفسي فرص كتير قوي أسوان في المركز الـ 15 بـ 32 والفرق 10 نقطة ما بين اتحاد الشرطة وأسوان فرق كبير لكنه حسبيا بيقولوا انه ينفع يقدروا يعني هعرص حدود وغاز المحل خلاص ما بقوش موجودين معنا في الدورة